فرج لجولة عبر أبرز اهتمامات الصحافة لهذا اليوم أهلاً صبرين تحية لك فيدى وتحية لك زين سنبدأ من قمة مجموعة السبع بطبيعة الحال حدث اليوم شكراً لكم وأهلاً بكم مشاهدين قالت صحيفة لاستامبا الإيطالية إن قمة مجموعة دول الصناعية السبع الكبرى التي تنطلق اليوم في ألمانيا وضعت على سلم أولوياتها أشرت صحيفة فيسجلياد الروسية تقريراً رأت فيه أن حديث مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في مقال مشترك بصحيفة التليغراف البريطانية دعت وزيرة الخارجية البريطانية ليزا تراس ونظيرها الأوكراني ديمترو كوليبة إلى عدم التضحية بأوكرانيا من أجل نهاية سريعة للحرب وأكد أن السلام في أوكرانيا يتطنع توقع تقرير في مجالة الإيكولوميست توقوع اضطرابات جديدة قريباً عبر العالم سببها الأول غلاء أسعار المواد الغذائية وأوضح التقرير أن كثيراً من الحكومات مدركة لخطوة قال مدير موقعية ميدل إيست آي البريطاني ديفيد هيرست إن العربة في حاجة ماسة إلى زعامة جديدة بإمكانها الوقوف في وجه إسرائيل وتوحيد الأمة التي أرهقتها الهيمنة الغربية ويضيف أن العرب يحتاجون أيضاً إلى التوقف عن النظر غرباً وشمالاً بحثاً عن حلوات أشار موقع ذهيل إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتوجه إلى أوروبا تاركاً خلفه وضعاً داخلياً مضطرباً بسبب موضوع الإجهاض وينقل المورد موقع المونيتور أن خطط الرئيس التونسي قيس سعيد السياسية تتراجع وسط انتقادات دولية وانحسار الاهتمام محلياً بالاقتراع على الدستور ويشير الموقع إلى أن موسيقى قالت صحيفة جيريزا لينبوست أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت لا يستبعد الانضمام لحكومة يقودها بنيمين نتانيا كتبت صحيفة الاندبندنت عن المصري البريطاني علاء عبد الفتاح المضرب عن الطعام منذ أكثر من ثمانين يوماً في أحد السجون المصرية وقالت إن السلوات أخيراً كتبت صحيفة وولستريت جورنال عن تصريح مسؤولية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بأن المحادثات النووية الإيرانية ستستأنف قريباً ويشير واتبهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا شكراً لكم مشاهدين وعودة إلى ملفات وقضايا هذا اليوم معكم زيل وفيدا تدور في نفس الأفق وفي نفس الإطار سابرين شكراً لك وفي نفس بلد سابرين بهذا وصلنا إلى نهاية جولتنا شكراً لكم مشاهدين وعودة إلى ملفات